في القاعدة البحرية الامريكية بالبحرين كانت تنتظرنا طائرة البحرية الامريكية الشهيرة روهايدز لتقلنا الى حاملة الطائرات الامريكية يو اس اس دويت ايزنهاور في بحر الخليج العربي هبطنا بسرعة 200 كم في الساعة قلصها الى صفر في ثانيتين فقط سلك فولاذي يعلق به خطاف يتدلى من مؤخرة الطائرة قوة الامساك بنا كانت واضحة على عدسة زميل المصور من هذه المدينة العائمة المشغولة جدا تنطلق ليلا ونهارا طائرات اف ثمانية عشر لتضرب مواقع تنظيم داعش في العراق وسوريا التجربة الممزوجة برائحة وقودها وضجيجها الخارق كانت محفوفة بالاثارة هناك عملية طويلة ومعقدة خلف الكواليس على مستوى القيادة وعندما نستلم المصادقة نحصل على صورة الموقع وتقدير المخاطر وعندما نطلق ذخيرتنا نتأكد باننا نضرب الهدف ونتجنب المدنيين في مؤخرة ايزنهاور تقع ورشة الصيانة الثالثة وهي مخصصة للطائرات المروحية بانواعها وكما تشاهدون فهي تطوي مروحيتها وذيلها لتوفر اكبر مساحة لاكبر عدد من الطائرات من خلال 66 طائرة مقاتلة ومروحية حققت ايزنهاور 1600 ضربة ضد داعش منذ وصولها الى الخليج قبل ستة اشهر بالاضافة الى مهامها في قيادة وتنسيق عمليات التحالف الدولي الجوية ضد داعش وتأمين النشاط البحري في الخليج هذا يتكرر كثيرا لدينا تفاعل يومي مع السفن والقوارب الايرانية الصغيرة التي تقترب من حملة الطائرات من باب الفضول كما تعلم مياه الخليج العربي مزدحمة جدا في الساعات التي قضتها العربية على متن ايزنهاور عشنا تفاصيل حياة البحارة هنا الذين يعملون بحرفية رغم ندرة وسائل الترفيه وشبه انقطاعهم عن العالم من علامتني ايزنهاور محمد جمال العربية